اناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر كلا من سعادة الشيخ خليفة بن رشد الخليفة وسمو الشيخ علي إيسى بن علي الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد الفنسو فرنداد فير سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن رشد الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى القيادة الفلبينية على الجهود المتميزة التي بذلتها لاستضافة هذا الاجتماع الآسيوي الهام وتمنيات سموه للدولة الصديقة وشعبها باستمرار الرفع في كافة المجالات وأكد أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون مع الدول رابطة الأسيان إيمانا منها بأهمية العمل الجماعي في تلبية تطلعات الدول والشعوب على صعيد التقدم منويهين إلى ما تشكله مجموعة الأسيان من أهمية وثقل في حركة الاقتصاد العالمي وأشهد بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الفلبينية من نماء وتطور في شتى المجالات بما يجسد الروابط القوية بين البلدين الصديقين منوها بما تشهده جمهورية الفلبين من نهضة ونماء في شتى القطاعات من جانبه أعرب سفير جمهورية الفلبين عن خلص شكره وتقديره لصاحب سموه الملكي رئيس الوزراء على ما يقوم به سموه من جهود على صعيد تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيدا برؤية سموه الداعم لأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون مع دول رابطة الأسيان بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر